والآن مشاهدين الكرام نستضيف معنا في الاستيديو رئيس مجلس العشارة العربية الشيخ حامد عبدالرحمن الفرج مرحبا بك شيخ حامد سهلا بك يا حماد نعم شيخ حماد يعني العشارة العربية ما موقفها مما يحدث في عفرين العشارة العربية طبعا بكل مكوناتها تقف ضد هذا الهجوم التركي غير المنطقي على عفرين وهي تشجب هذا الهجوم وتستنكره وتستعد للقيام بمظاهرات ومسيرات تندد بهذا الهجوم التركي غير المتوقع طبعا تركيا تحاول تصدير عزمتها إلى الخارج عفرين ليس فيها فتح الله قول الذي قام كما يدعي أردوغان بالانقلاب عليه هو موجود في أمريكا نعم وأهل عفرين لم يضربوا الباخرة التركية التي كانت متوجهة إلى غزة وضربتها إسرائيل حتى ينتقم منهم أردوغان ومرتزقته ونحن بكل الأطياف العشارة العربية نستنكر هذا الهجوم وشبابنا جاهزين للدفاع عن كل سوريا كل الشمال السوري وكل أرض سوريا عفرين أرض سوريا ولا مصلحة لأردوغان ولا لتركيا فيها أبدا ونحن نقف إلى جانب أهلنا في عفرين وإلى جانب هؤلاء الأطفال الذين يقتلون نتيجة هذا القصف التركي المدمر والكثير نعم شيخ هاني هل هناك مردود فعلية للعشارة العربية حيال التصعيد في عفرين نعم نعم اجتمعت العشارة العربية نحن في منطقة الطبقة والرقة ومتفقين على التنديد وأعلننا ببيانات متعددة في كل المحطات التلفزينية الموجودة والإذاعات أننا نستنكر هذا الاعتداء وهذا الهجوم الذي بدأ يعطي داعش انعاش هو جاء لينعش من تبقى من داعش بعد أن هزمتهم قوات سوريا الديمقراطية ونحن نؤكد أن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على تصدي لهذا العدوان وصده ولو أنه كان يستخدم طائرات لنتمنى أيضا من الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا ودول مجلس الأمن بالذات أيضا أن تقف بقوة أمام هذا العدوان وأن تلجم تركيا عن اعتداءها هذا حفاظا على السلام وأيضا نستغرب من روسيا هي كانت موجودة في عفرين كيف تسمح بضرب عفرين ويتدعو إلى السلام وتدعو إلى سوتي في الفترة القريبة هل هذا ثمن سوتي أن تدمر عفرين نحن بكل مكوناتنا كعرب وكرد وسريان وفي سوريا ونستنكر هذا العدوان بكل تأكيد نعم أنت شيخ برأيك أهالي عفرين ما هو الثمن الذي سيدفعونه من هذا الهجوم الثمن الغاية هي تدمير البلد الغاية من هذا الهجوم هو تدمير البلد قتل الأطفال قتل الأبرياء تهجير الناس وبدأت هناك بوادر هجرة تتجهر رغم الظروف الجوية الصعبة الموجودة في المنطقة وبدون أي سبب ما هو السبب لو سألنا تركيا لماذا هاجمتم على عفرين ما هو السبب هل أطلق عليهم طلق واحدة من عفرين حتى يهاجموا هل اعتدى عليهم أحد من عفرين حتى يهاجموا لماذا هذا الهجوم على عفرين نحن نستنكر ونستغرب والحقيقة نحمل الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة تستطيع أن تلجم تركيا وأردوغان عن هذا العدوان الولايات المتحدة ولو شيخ برأيكم ما هو المطلوب بالضبط من الدول الكبرى الدول الكبرى الآن نحن سمعنا بالأخبار أن فرنسا دعت إلى جلسة المجلس الأمن وهذا شيء مهم يعني في القضية نتمنى أن لا يكون فيتو هناك فيتو ضد أي قرار لمجلس الأمن وأن يكون القرار قويا ويعتمد على مبدأ قوي وحتى كما يقال في الفصل السابع وهو أقوى نعم نعم حتى يوقف هذه القوات عن عدوانها هذه القوات المرتزقة اللي معها عن هذا العدوان على شعبنا ضمن هذا الجو الآن في الشتاء القارس للبرد ونحن كعشار أكيد يعني معرض الحديث كونك ذكرت هذه الميليشيات درع الفرات ما رأيك بمشاركتها في هذه العملية على الرغم من أنها تدعي بأنها هي ثوار وتحرير سوريا وتحافظ على وحدة سوريا كيف تقرؤون هذا لماذا درع الفرات يقف وتوجهه تركيا وتقوده كما يشاء أين كان عندما كانت قوات سوريا الديمقراطية تهاجم الأرهابيين الدواش أين كانوا عندما الثوار في الغوطة الشرقية يدافعون عن أرضهم وفي ريف حموس وفي ريف حماة وفي كل المناطق أين هم درع الفرات أهم أنا أعتبرهم مرتزقة للنظام التركي يوجهونهم أينما أرادوا ويحققون بهم غايات طبعا وهم سيكونون يعني مصيدة لقواتنا قوات سوريا الديمقراطية أكيد وسيضحون بهم الأتراك كما فعلوا بغيرهم سابقا ونحن نقول للتركية الحلم الإمبراطوري العثماني إذا كان في رأس قيادتهم لن يتحقق أبدا وسندافع عن أرضنا سوريا ستكون قوية ستدافع عن أرضها الشمال السوري سيكون قوي سيدافع عن أرضها عن كل شبر أرض من سوريا سنكون مدافعين ونضحي بالغالية والنفيس من أجل ذلك نعم شيخ حامد يعني أنتم في دقيقة ماذا في مجلس الشيوخ العربية أنتم ماذا توجهون رسالة للمشاركين في عملية أفرين نحن نقول للمشاركين من درع الفرات أهل العفرين هم أخوة لكم أهل العفرين هم مكون سوري وهم أخوة لكم ومكون مسلم فلا تكونوا طعما بيد الأتراك لا تكونوا طعما بيد الأتراك ويجب أن تصحوا وتعودوا إلى حضن سوريا سوريا الآن منطلقة نحو ديمقراطية تعددية حرة وخاصة في مناطق الشمال نعم الشيخ حامد عبد الرحمن الفرج رئيس مجلس العشاء العربية شكرا جزيلا لك لهذه المداخلة معنا في الاستيديو شكرا لكم وأنا جئت لأبارك لتلفزيون اليوم انطلاقتي الجميلة والحلوة شكرا لكم جميعا